كشفت وكالة الانباء الاوكرانية الرسمية صباح الاثنين ان الجيش الروسي حاول من جديد اختراق دفاعة مدينة كياف ليل الاحد لكن جميع محاولته باءت بالفشل ونقلت الوكالة عن قائد القوات البرية الاوكرانية العقيد اليكزاندر سرسيكي قوله ان الوضع في كياف تحت السيطرة مع تكبد القوات الروسية خسائر كبيرة في الارواح وكانت القوات البرية الاوكرانية اعلنت عن محاولة رتل من الجيش الروسي اقتحام ضواحي كياف من دون جدوى وقالت ان جميع تحركات العدو تحت السيطرة واعلنت لجنة التحقيق الروسية الرسمية الاثنين فتحت تحقيق في مزاعم تعذيب اسر حارب روس على ايدي جنود اوكرانيين وقالت اللجنة ان التحقيق سيتعقب المسؤولين عن تعذيب الاسر الروس وكانت اوكرانيا اعلنت انها اسرت اكثر من مئتي عسكري روسي منذ بدء الغزو من جهة اخرى اعلنت دول مجموعة السبع مساء الاحد استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تلك التي اعلنت خلال الاسبوع في حال لم تضى حدا لحربها على اوكرانيا وخلال اجتماع لوزراء خارجيات الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا واليابان وكندا وايطاليا والمملكة المتحدة حضت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى موسكو على وضع حد فوري للهجمات على اوكرانيا وسكانها المدنيين وبنها التحتية المدنية وسحب قواتها من دون تأخير من البلاد وفق بيان نشرته الرئاسة الالمانية لمجموعات السبع